اشتركوا في القناة ليه انت بتبحث عن تفسير الرؤية وهل هذا واجب ام مستحب اولا ينبغي ان نعرف ان تفسير الاحلام هذا علم شرعي ذكر فيه النبي صلى الله وسلم احاديث وكان يفسر للصحابة وورد عن الصحابة انهم فسروا الرؤى واتبعين الى هذا الوقت الذي اكلمكم فيه فبداية ليست كل رؤية تحتاج الى تفسير او تعبير فمثلا رؤية حديث النفس او الحلم من الشيطان لا تحتاج الى تعبير لا تحتاج الى تفسير ولذلك يطلق على الحلم من الشيطان او حديث النفس مصطلح الرؤية الكاذبة اما الرؤية الصادقة او الصالحة تحتاج الى تعبير وتحتاج الى تفسير لان الغالب عليها انها تكون رموز او احداث سوف تحدث لهذا الرأي ينبغي ان يتعرف عليها وكما ذكرنا قديما ان الرؤية الصالحة او الصادقة قد تأتي الرؤية الصادقة حزينة او سعيدة رؤية حزينة او سعيدة اما الصالحة فلا تأتي الا سعيدة فينبغي ان يستبشر الانسان بها وينبغي ان يتعرف عليها فهناك معاني مستترة في الرؤية ينبغي ان يتعرف عليها الرأي ربما تكون هذه الرؤية فيها خير تستبشر بها او فيها تحذير من شيء فتستعد له فينبغي ان تتعرف على معنى الرؤية وينبغي ايضا ان لا تقص الرؤية الا على عالم كما حذر او نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك والله تبارك وتعالى اعلى واعلم تذلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته